السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن اختبار الحمل سلبي بعد الإبرة التفجيرية في البداية أود الإشارة إلى أنه يجب عدم إجراء تحليل الحمل قبل ما لا يقل عن 14 يوم من الإبرة التفجيرية لأن إجراء تحليل الحمل قبل هذه المدة قد يؤدي إلى ظهور نتيجة إيجابية خطئة لأن الإبرة التفجيرية تحتوي على هرمون الحمل الصناعي وإجراء تحليل الحمل باكرا قد يؤدي إلى الكشف عن الهرمون في تحليل الحمل وإظهار نتيجة حمل إيجابية على الرغم من عدم حدوث حمل فعلي في بعض الحالات يحتاج الحمل للظهور باختبار الحمل بالدم بعد الإبرة التفجيرية ما يقارب 14 يوم أما اختبار الحمل المنزلي فيحتاج حتى انقطاع الدورة الشهرية عن موعدها المتوقع لذا ننصح بإعادة التحليل مرة أخرى بعد أسبوع تقريبا لتأكيد أو نفي الحمل ثانيا هل يمكن أن يظهر اختبار الحمل سلبي رغم الحمل بعد الإبرة التفجيرية؟ نعم اختبار الحمل قد يظهر سلبيا على الرغم من وجود حمل بالفعل في حال إجراء التحليل في وقت مبكر لذلك كما ذكرت ينصح بتأجيل إجراء تحليل الحمل لما يزيد عن أسبوعين بعد الإبرة التفجيرية ومن الجدير بالذكر أيضا أنه من الطبيعي والشائع عدم حدوث حمل بعد أول محاولة لاستخدام الإبرة التفجيرية أو أدوية تحفيز الطبويب وقد تحتاج المرأة إعادة العلاج تحت إشراف الطبيبة عدة مرات حتى نجاح الحمل في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكممنت واتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم واتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ اشتركوا في القناة